بجنون العظمة وبالتفاخر بالسرية وبالفوضى هكذا تعاملت السلطات الايرانية مع فيروس كورونا منذ ان بدأ ينتشر في الصين اواخر شهر كانون الاول الماض القادة الايرانيون استبعدوا ان يؤثر الفيروس على بلادهم لكن ايران اصبحت اليوم اكثر الدول تضررا من كورونا بعد الصين صحيفة نيويورك تايمز الامريكية قالت في تقرير لها ان قادة ايران وقبل اسبوعين فقط اكدوا بفخر وثقة ان عدوى فيروس كورونا التي تشتاح الصين لن تكون مشكلة في بلادهم بل وتفخروا بتصدير اقنعة الوجه الطبية لشركائهم التجار الصينيين كذلك ووفقا للصحيفة قامت قوات الامن بتحذير الاطباء والممرضين بعد تفشي الفيروس في البلاد من الادلاء باي معلومات حول المعدات الناقصة او اعداد المرضى والوفيات المرتبطة بالفيروس كما اجبروا الاطباء والممرضين على تزوير شهادات وفاة خاصة ببعض مرضى كورونا وطلبوا منهم ان يرجعوا اسباب الوفيات الى امراض اخرى نيويورك تايمز قالت ان سياسة التزام السرية تعكس جنون العظمة الذي تعاني منه ايران حيث ان كل ما يهمها هو صورتها ومكانتها العامة والخوف من استغلال هذه المعلومات ضدها ويبدو ان سياسات الفخر وجنون العظمة استمرت حتى بعد انتشار الفيروس فقد تباها مسؤول الصحة الايرانيون في البداية ببراعتهم في مجال الصحة العامة وسخروا من الحجر الصحي بوصفه اسلوبا قديما للتعامل مع الفيروسات ولكن قبل ايام قليلة فقط اضطرت وزارة الصحة الايرانية وتحت ضغط الحقائق الى الاعتراف بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد الى سبعة وسبعين حالة ثم اكدت صباح الاربعاء ارتفاع عدد الوفيات الى اثنين وتسعين اما عدد الاصابات فبلغ نحو ثلاثة الاف ومع هذا الكم الهائل من الاصابات والوفيات بكورونا واعلان منظمة الصحة العالمية ان كورونا بات مترسخا في ايران لا يزال حكام المنطقة الخضراء في العراق وبسبب تبعيتهم الايرانية يتعاملون مع الفيروس بعبثية ولا مبالاة لا تتناسب البتة مع مخاطره التي باتت كبيرة فلا يزال العراق ساحة مفتوحة امام الزائرين الايرانيين وان انكرت سلطاته ذلك فالحقائق مصورة وموثقة يتناقلها الناس والنشطاء ولا تزال الاجراءات الصحية والوقائية في مستشفياته ومراكزه الطبية على درجة عالية من الرداءة لا تبشر الا بمزيد من الخطر والاذاة